طيب هنروح من كرة اليد في النادي الاهلي لمنتخب مصر كرة السلة اللي بيستعد الكأس العالم في الامارات ومستر روي رانا المدير الفني الكندي أعلن القائمة النهائية للسفر والقائمة تضم خمس لاعبين من النادي الاهلي وهو رقم كبير انت النهاردة بتختار 12 لاعب خمسة منهم من النادي الاهلي يعني انت بتكلم ألماس 50% من قوام المنتخب من النادي الاهلي طيب مين؟ خمس لاعبين منهم لعيب مفاجئة بالنسبة لي خمس لاعبين هم عمر الجندي أهاب أمين عمر طارق كريم حاتم عمر زهران انا راهنت على عمر زهران لو تفتكروا انه هو هيتضم المنتخب لانه ظلم في الفترة اللي فاتت عمر زهران يكفي انه لم ينضم لأي منتخب في الشباب ناشئين ولا شباب ودي كانت طبعا حاجة غريبة انه هو اكيد من منزلش من السمة بالبراشط هو كان لعيب كويس طول عمره فعمر زهران ما استسلمش لده النادي الاهلي كمان وقف جنب عمر كانت رقاش في توفيق صعاده لعب أثبت نفسه برضو استبعد من منتخب مصر الكبير برضو لم يأس اتاخد منتخب أفريقيا ولعب بطولة القراط في كندا رجع من هنا خلاص ما عادش بقى حد ليه حجة لازم يكون جوال منتخب والفعل خدوه احنا كنا مرهنين المفاجأة بالنسبة لي هو المفاجأة وكمان ربنا ردله اعتباره الحقيقة في بطولة مهمة وهي كأس العالم يعني شوفوا يعني عوض ربنا بيكون أكبر بكثير وده رسالة لكل اللاعبين ما تقاس اشتغل خد كل حاجة تحبطك لنا تدفعك لقدام عمر زهران بالنسبة لي هو نموذك حي اللعيب زغير بتعرض لعقبات في طريقه منتخبات ما بتضموش وجهة نظر المدربين الله أعلم كانت وجهة نظرهم إيه بس هو طبعا أكيد هنا فيه مشكلة أنه ما دخلش بالبراشوت يعني ما جاش من سنه أو النادي الأهلي صع عضو للفريل الأول وده على فكرة صعبة جدا أن انت زمايلك يروح منتخب ويرجعوا عن نادي وانت مكانك ولما تبقى مكانك أنت عايز تحارب أن انت تبقى حسن منهم عشان يتصعد في الدرجة الأولى الموضوع كان صعب جدا عن عمر زهران ومع ذلك دخل طيب مين بقى المفاجأة بالنسبة لي هو كريم حاتم كريم حاتم صاحب 19 عام هو لسه طالع أول سنة درجة أولى وبيلعب في مركز حساس جدا وهو صنع الألعاب صنع الألعاب مش إمكانيات فنية فقط مش هو بول كنترول باس أسست الكلام ده كله سهل تلاقيه في حد ولكن هي مقومات شخصية كاركتر أتيتوت جوال ملعب البوينجارد هو ليدر هو ماستر فالنلعيب زغير في السن ده مكسب كبير جدا لنادي أهلي ومصر منلعب كأس عالم وعنده 19 سنة أنا الحقيقة ما افتكرش أنا حضرت كؤوس العالم اللي آخر واحد كان في 2014 على ما تذكر وكان اللي قابليه كان قابليه بعشرين سنة كان 93 حاجة زي كده أنا فاكر كؤوس العالم 94 فاكر كؤوس العالم ما كانش في حد عنده 19 سنة أنا فاكر كويس أنا فاكر الجيل القديم يعني فترة لنا كنت واعي فيها قابليها بقى في 82 أنا ما كنتش واعي بقى إنما 93 94 2014 النهاردة بنتكلم 20-23 لا ما كانش في حد 19 سنة فكريم حاتم النهاردة عمل ريكورد أتمناله التوفيق اللي عرفته كمان إنه رايح جامعة في أمريكا إن شاء الله لقيله يعني لقيله حتة تالي وكريم كان قاعد معايا هنا في الستوديو في مرة في المرات وبسأله لتوله يا كريم أنت عندك نية أنت تغير مركزك لأن فيه لعيبة كتير جدا وعلى رأسهم طبعا مؤمن خيري مثلا النجم بتاعنا الكبير وابن كابتن طاري خيري اللي في الدرجة الأولى كان أصلا بادئ بوين جارد ولكن مع الوقت ألب بقى جارد أو شوتين جارد في الملعب وضع طبيع دروية المداربين ولكن أوقات كتيرة جدا لعيبة بتتخلى عن البوين جارد لأن طريقها صعب فالنهار دا هنحن بحي كريم حاتم طيب وانتخبنا لعب مباريات في الإمارات لعب مع مين؟ لعب مع منتخب الإمارات وكسبناها لعبنا كده بعد كده مع منتخب لبنان ولم نوفق ولعبنا بعد كده مع منتخب المكسيك اللي معنا في المجموعة ولم نوفق أيضا طيب الدنيا إيه؟ الدنيا مش مقياس ولا معيار أنت كنتوا 18 لعب وبتجربهم ونفس الوضع بالنسبة للفرقة الأخرى فالنهار دا مش مقياس وميستر رويران عودنا أنه هو مش بيدق قوي في المطشات الوضعية وبالنسبة له المطشات النهائية طيب مجموعتنا مين في كأس العالم المكسيك وليتوانيا والجبل السود لتوانيا أنا بقولك إنسان لتوانيا أحد عظماء القرى الأوروبية ولعيبة يعني بيعابه في أكبر دوريات في أوروبا لتوانيا زي ما قلت حدقهم الشعب نفسه طويل الجبل السود أحد دول غزلافيا تحدث الغزلافيا القديم برضو البسكت فيها عالي جدا أنت عندك المكسيك بقى تات فرقة دي اللي تلعب عليه خاصة أنت خسرت منها 6-7 بونت بس تقدر تكسب المكسيك لو كسبت المكسيك هتعمل نتيق أولا هتلعب في مراكز متقدمة وهيخليك تنط على الأل أو تقفز أربع خمس مراكز في الفرق المشاركة في كأس العالم فمهم جدا أننا نخطف ماتش وبعد كده بتحديد المراكز يعني لكل مقام مقال النهاردة خمس لعبين من قوام المنتخب السلة من الناد الأهلي وده رقم كبير جدا